اشتركوا في القناة امضى واتفاقية تعاون في المجال التقيل فائدته حوالي 66 ألف أسرى من ذويات دخل المتوسط مربوة الماشية بالشمال الغربي يواجهون صعوبات عديدة منها ارتفاع أسعار الأعلاف وتوريد اللحوم الحمراء بسبب غياب الدعم والمراقبة اهلا بكم من جديد مع جائحة كورونا شهدت المستشفيات العمومية عزوفا لزيارة المرضى العديين لها ومتابعة وضعهم الصحي تخوفا من العدوى بفيروس كورونا كاميرا الأخبار رصدت هذا الموضوع ونقلت المخاطر التي قد تصل إلى حد الموت الفجئي خاصة منهم أصحاب الأمراض المزملة هو واحد من كثير المرضى ممن امتنعوا عن الذهاب إلى المستشفيات خوفا من الإصابة بعدوى فيروس كورونا رغم تحذيرات الأطباء من أن عزوف المرضى العاديين خاصة منهم أصحاب الأمراض المزمنة عن متابعة وضعهم الصحي في عيادات الأطباء وفي المستشفيات تسبب في تسجيل عدد من الوفيات كان بالإمكان تجنبها في حال تمت المتابعة الصحية أنا والله فيتني معد شهرين ومشيت تو نجدد فيه ها هو الموعد خفت من كورونا ها هو الموعد خذيت وتو أنا والله هو ساعاتي شاي خوفرا هي موجودة وعند إدجاه ما بيش نمشي بشيت لتبيبة على المعدة عندي دارتوما في المعدة قلت لي برمشي توريستعجالي بشيت ديركت لفرماسي خذيته بالفلوس ورواح ما مشيش نستعجالي شوف العباد كيفاش كالستعجالي كيفاش مطايش عزليز وعجرالي كيفاش تحبني نمشي أنا بدي خاف على روحي نتعداء غاد طاوة جيت جيت بالسيف يحرز عندي موعد خطر عندي جالتا في خالبي بالسيف يرزبني نجي ها ما هو كحتيات نعمل بافيت وجيله دي جاخه طلعتين يا من دوية بتاع 3 شهر خطر أزمتيك وخاف كورونا بدور عندي مضة من جبيلة ما جيتش ديعت الموعد وخي ديعت الموعد تقلص بشكل ملحوظ في عدد المرضى الوافدين على المستشفيات يدعو معه الأطباء إلى ضرورة المتابعة الصحية والالتزام بالمواعيد في أوقاتها لتجنب أي مخاطر محتملة على غرار حالة الوفاة الفجئية نسجلنا نقص في العيادة متاعنا نقص معناها العدد مقارنة بالليامات اللي فاتو فما شوية عزوف ويجعلنا مرض مناعة تكون معنا نقصة قليلاً ولكن يزيد يطلع السكر يبدأ تطالع على خطر أن تأخذ الدوية والكوفيد وبصفة عامة الفيروسات الكل كيف نموض بيهم البكتيريات يكونونها تطلعوا نسبة السكر في الدم نصور أن تكون نسبة تطالعة وتزيد تطلع أكثر من جراء معت المرض تنجم تصير مضاعفات خطيرة كما لسيدوسيتوس دياباتيك لديك لسيتون في الدم يطلع وتنجم قدر يتعرض نفسك حتى للإغماء للكومة لسيدوسيتوس دياباتيك تنجم تأدي للموت العبد لا يوجد أن يطلع له لسيتون ويبقى بيقي معه قاعد في الدار دعوة إذن لمتابعة الحالة الصحية لكل المرضى مع أطبائهم وفي المستشفيات وحضور المواعيد وإجراء التحاليل تجنباً لأي مضاعفات قد تحصل إذا ما تم الامتناع عن ذلك مع اتباع الإجراءات الوقائية المعتمدة عند زيارة المستشفيات من ارتداء للكمامات وتباعد جسدي مع اقتراب موسمي النزلة الموسمية الوافدة وتواصل تسجيل حالات مصابة بفيروس كورونا طرحت تساؤلات في علاقة بالمصابين بالوباء عن التوقيت المناسب لإجراء تلقيح النزلة الوافدة حتى لا تحصل مضاعفات مع تزايد عدد المصابين بفيروس كورونا ودخول موسم النزلة الوافدة طرحت تساؤلات بشدة عن الفترة المناسبة لإجراء تلقيح النزلة الموسمية للذين طالهم الوباء المختصون في مجال الأمراض الصدرية وفي ردهم أكدوا أهمية إجراء تلقيح النزلة الموسمية عند شفاء المصاب التام من فيروس كورونا قاعدة تقول وقت اللي نلقحه ضد الفيروس وأنه نتجنبه اللقاح وقت اللي إنسان تكون عنده علامات هذا موجود مع الفيروس الجريب وقت اللي إنسان يبدأ عنده الجريب ما نجيوش اللقحه في وقتها ضد الجريب نعديه الفترة هذيك ونعمله اللقاح الإنسان اللي عنده علامات الدول اللي هو مرض كوفيد بطبيعة مناش نخمه في الفترة هذيك باش نعمله له التلقيح وكان هو إخذاء أكل مضاعات الالتهابات وكان طولوله في الفترة قعد ثلاثة أسبوع أو شيء ما دام ويأخذك المضادات هذكم ما يزرقش على خطر تنجم تنقص من نجاعة الفاكسن هالك يكون أنت تسعى في الكوروكويد كان شيء يستحسن كما نقوله يبعد شوية على الفترة عشر ياما قالت شيء من اللي بدأت العلامات منتع الكوفيد كان يزيد أكثر شوية أحسن وهنا يطرح كذلك سؤال آخر في علاقة بالتوقيت المناسب لإجراء تلقيح النزلة الموسمية لاكتساب مناهض ضد فيروس النزلة الوافدة للأشخاص المعنيين بها نحن بصفة عامة نعرفها الجريب هذه جي في أول ديسمبر وتتواصل حتى جامبي في فيري مارس ولذلك زادة ميخالي شروحه مش مزرق خاطئي تقوم بالفترة هذه ماذا به يكون هو زرق مستشنين مقبل بش يكون محمي إذا كان اللقاح موجود وخاصة بالنسبة للفئات التي عندهم نسبة الاختطار تكون مرتفعة نحب ذو بش يلقحوا منتوا علاش لأنه حتى المناعة المكتسبة من خلال اللقاح هذي رو يحب لها على أقل أسبوعين ثلاثة بش تكون موجودة كما أن فصل الشتات تتكاثر فيه الفيروسات منها الخطيرة ما يستوجب الالتزام بالإجراءات الوقائية للحد من تداعياتها الصحية الكمامة التي بدأت تتركز في البلاد بدأت تعمل فيها تحمي من الكوفيد وتحمي كذلك من نزل الوافد ولذلك كانت تستعمل الكمامة بقدرة تحمي روحهم اثنين الناس اللي عندهم أخطار من المضاعفات ينزمهم الباكسان مع الكمامة خطر فيما أخطار إذا كان بش نستحفظ على رواحنا باستعمالنا وسائل اللقاية هذه إن شاء الله بش تكون حتى نزل الوافد ربما بش تكون حالات قليلة ليبقى الحل الوحيد خلال هذا الشتاء الالتزام بالإجراءات الوقائية والبرتوكولات الصحية لتطويق كل هذه الفيروسات تم غلق والمدارس الابتدائية والأعدادية والمعاهد وبعض المؤسسات الحكومية لمدة يومين بمدينة دوزة بعد تسجيل ارتفاع في عدد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا في الجهة غلق المدارس والإعداديات والمعاهد وبعض المؤسسات الحكومية لمدة يومين بمدينة دوز وذلك استجابة لمطلب الاتحاد الجهوي للشغل بيكبيلي بالتنسيق مع الهيكل المتداخلة بعد أن شهدت مدينة دوز ارتفاعا ملحوظا في عدد الوفيات والمصابين بفيروس كورونا المستجد الوضع هذا حتى معلنا لكي نأخذ قرارات قد تكون قرارات موجعة بتابع الحال في علاقة بمنظورينا في علاقة ببلادنا في علاقة بجهتنا لا شك أن إيقاف الدروس ليومي الجمعة والسبت ماهوش للنزهة وماهوش للترويحنا نفس بل لإفراغ المؤسسات باش البلديات والمجتمع المدني يتدخل بقوة لتعقيم هذه المؤسسات المستشفى المحلي بدوز بدوري يشهد توافد لإعداد كبيرة لمرضى الكوفيد وضع أرهق الإطار الطبي والشبه الطبي الساهر على هذا القسم يوم في دوز المستشفى المحلي بدوز هو المستشفى الوحيد المحلي في الولاية اللي يقبل المرضى ويقبل المرضى الكوفيد ديزناف سواء بالأقسام الداخلية سواء بوحدة العزل دوز ما حدثنا وحدة عزل بالإدارة بها ثلاثة أسرة إلى جانب سبع أسرة بالأقسام الداخلية هذو ما هو الكوفيد ديزناف وضع حرج جدا في دوز منها الوفيات والتي كل يوم نسجلوا عدد الوفيات وصلنا في الموجة الثانية هذه 13 وفات معنا ليلة البارح 13 وفات براسك ديما منها في كوبين ساعة والساعة نسجلوا حالات الوفيات إطار الطبي شبه طبي لداري العمل الكل بردين أقسم مجهود باش نحاول نتكفلوا بالعدد الكبير الكبير اللي قاعد يجيه ما طالب الأهالي بمزيد إجراءات الردعية للمخالفين وذهب البعض الآخر بتطبيق حجر صحي شامل بسراحة لازم نعملوا على الأقل الجمعة والجمعتين حجر في الديار والأمانة باش لأن كل يوم يتوفروا زوز ثلاثة بالكورونا في دوس يقوموا بالواجب ممنوع العرس العرس في الليل ممنوع ممنوع تجمعات ممنوع وين هاهم مش ممنوع هاهم حتى عدد من قايم به حرص على تكثيف الدوريات والمراقبة لكل المحلات المفتوحة للعبوب وإلى مداخل الولايات من أجل تطبيق قرارات سيد رئيس الحكومة خاصة فيما يتعلق بإلزامية ارتداء الكمامة وغلق المحلات المفتوحة للعموم انطلاقا من الساعة الرابعة مساء منع الاختلاط والاكتفاض عدد الإصابات بولاية كبلي تجاوز الألف شخص منذ الموجة الثانية مع ارتفاع ملحوظ في عدد الوفيات وضع بات ينذر بالخطر وهو ما يتطلب مزيدا من الحذر واليقظة مع التقييد التام بشروط السلامة الصحية استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم الدكتور محمد النوري بن مبارك طبيب الإنعاش بالمستشفى الجهوي بيكبيلي وتولى توسيمه بمنحه الصنف الأول من وسام الاستحقاق في قطاع الصحة وذلك تقديرا لمساهمته القيمة من موقعه في مواجهة وباء كورونا وثمن رئيس الجمهورية ما قام به الدكتور محمد النوري بن مبارك من عمل إنساني يتجاوز والواجب المهني واعتبره نموذجاً يحتذى به في مغالبة النفس من أجل إنقاذ حياة الآخرين تكريمه لأنه طبيب مرابط بهذا القسم منذ شهرين دون الخروج بصفة مسترسلة يقدم في خدمات جليلة من أجل المواطنين في كبيلي الدكتور محمد النوري بن مبارك لإنقاذ الحياة البشرية قام باقتناء تجهيزات تنفس لفائدة المواطنين على حسابه الخاص بتقديم سك بدون رسيد بإذن من سيد رئيس الحكومة قامت وزارة الصحة بالتكفل بمصاريف هذا الاقتناء وستتصل بالشركة المزودة قصد استرجاع السك واستخلاص كلفة التجهيزات من خلال الدكتور محمد النوري بن مبارك كرم سيد رئيس جمهورية كافة الإطارات الطبية وشبهة طبية العاملة في الخطوط الأمامية وفي كل الخطوط بالقطاعين لقطاع الصحة العمومي والخاصة اعتفالاً باليوم العالمي لمرضى السكري نظم المستشفى المحلي بالفحص من ولاية زغوان حملة لتقص هذا المرض في صفوف الوافدين على هذه المؤسسة الاستشفائية ملخص هذا اليوم التوعوي نقديمه في هذا الروبورتاج هي تحاليل فورية لتقاصي مرضي السكري خصة بها الوافدون على المستشفى المحلي بالفحص للتوعية بأهمية تكتشاف هذا المرض بشكل مبكر حلل تقبل معنات مدة شهر ما عنديش سكر ديما نجي ونحلل يقولون لي ما عندك شيء سكر قلت السكر نجي عندي تلا ما قبل ما عنديش السكر مش مقتصر على رجال ومثال كباركة وحتى الشباب معنيين بالأمر وليزم يردوا بالهم على رواحهم وبالإضافة إلى العوامل الوراثية فإن من أسباب الإصابة بهذا المرض ما يمارسه شخص من عادات خاطئة من منظور طبية نامك لدي مع عربي صحيح الحمد لله يا ربي لا عندي لا سكر لا دم والحمد لله عمري 74 سنة صحيحا دندل الأكل والسترس والتدخين هذا من كلهم عوامل ما بتبع الحال مع العوامل الوراثية تخلي العدد من المرضى يكون مرتفع عدد المصابين بمرض السكرية يرتفع من سنة إلى أخرى خاصة في منطقة الخليج العربي وبلدان شمال إفريقيا وفق المنظمة العالمية للصحة 15% من التونسيين مصابون بالسكر أي مصاب على كل ستة أشخاص وهذه نسبة مرتفعة مستشفى الفحص ولئن كان أول مستشفى محلي يخصص مسلكا خاصا بكوفيد-19 وفق القائمين عليها فأنه يعاني من نقص التجهيزات والأدوية ومنها أدوية السكرية يقول مواطنون ما فهمش معدات معدها مش مساكن بشيخ تيكيش بشيخ يجي عادي إلا ما ترسيكت عادي لبرة نقص الأدوية مربوط بالصيدلية المركزية بنقص الأدوية بصيفة عامة في البلاد ويحتفل العالم باليوم العالمي لمرض السكري في الرابع عشر من نوفمبر من كل سنة لإلقاء الضوء على هذا المرض وترق الوقاية منه ومن مضاعفاته خلال لقاء الذي جمع ظهر اليوم رئيس الجمهورية قيس سعيد بوزير البيئة وشؤون المحلية مصطفى العروي تم تطرق إلى الوضع البيئي بالبلاد عموما وخاصة قضية توريد النفايات المنزلية وقدم وزير البيئة لرئيس الجمهورية التقرير الذي أنجزته الوزارة في الأيام الماضية والذي تمت إحالته على القضاء كما تم فتح تحقيق إداري لتحديد المسئوليات وتحميلها لأصحابها كما تم تطرق إلى مجهودات الوزارة لإعادة ترحيل هذه النفايات إلى البلد الأصلي وتبقى للاتفاقيات الدولية الجاري بها العمل فضلا عن التطرق إلى الشان المحلي وتقدم مصاري المركزية مثل المحادثات حول تطور الوضع الوبائي وتسجيل توترات اجتماعية في بعض الجهات وغلاء الأسعار وزيادة في الأجر الأدنى المضمون محاور اللقاء الذي جمع اليوم كلا من رئيس الحكومة هشام المشيشي والأمين العام للاتحاد العام تونسي للشغل نور الدين الطبوبي وقد أكد رئيس الحكومة حرصه على التشاور مع المنظمات الوطنية وكل القوى السياسية الفاعلة بالبلاد للعمل بصفة تشاركية على بعث مقاربة تنموية شاملة باعتباري أن التجارب التنموية السابقة والحلول الترقيعية أثبتتها عدم الفاعلية على أرض الواقع اليوم نشوف منظومة الانتاج المنظومة الفلاحية تشكو صعوبات كبيرة جدا في التسويق ونشوف وفر انتاج ونشوف اليوم على مستوى المواطن معناها غلال أسعار والارتفاع الجنوني فهذا يدعو إلى أنه اليوم مراقبة مسالك التوزيع كيف كيف اليوم حول الأجر الأدنى معناها المضمون وكذلك فيما يتعلق بالوضع الصحي العام في دعم المستشفيات العمومية وفي حماية معناها العاملين في قطاع الصحة العمومية وكذلك في بعض التوترات الاجتماعية في عديد الجهات التي تطلب اليوم رؤية فمني من خلال النهوض بالاستثمار وبالتنمية وبعت برسائل إيجابية ملموسة لكل أهالينا في كل مناطق تراب الجمهورية أغلقت مجموعتنا من الشبه بالعطلين عن العمل منافذ المجمع الكيميائي بقابس ما منع العملين بالمجمع من الالتحاق بمواقع عملهم هي حركة احتجاجية طلب من خلالها هؤلاء الشبان المعطلين عن العمل بحقهم في التشغيل هذا وطلبت منظمة الجهة الوطنية ومجتمعها المدني بعقد مجلس وزاري عاجل للنظر في مجمل الإشكالية العالقة والتي تعاني منها الجهة دعمنا لبرنامج التشجيع على استخدام الطاقة الشمسية أمضيت اليوم اتفاقية تعاون بين وزارة الصناعة والوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة من جهة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي وسفارة المملكة المتحدة من جهة أخرى برنامج يرمي بالأساس إلى تمكين حوالي 66 ألف عائلة من استغلال الطاقة النظيفة خيوط الشمس التي لا تكاد تغيب في تونس خلال كل الفصول بفعل تغيرات المناخية عندما تصطع في هكذا اللوحات تولد طاقة نظيفة بإمكان هذا النسيج العمراني الاستفادة منها لتوليد الكهرباء بطرق تحافظ على البيئة وتيسر الانتقال الطاقي الذي يعتمد على برامج في المجال منها البرنامج الذي تم إمضاؤه اليوم بين وزارة الصناعة والوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة من جهة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي وسفارة المملكة المتحدة من جهة أخرى كشركاء في التمويل والبرنامج موجه لحوالي 66 ألف أسرة من ذوي الدخل المتوسط والمنخفض شريحة مهمة ياسر والتي يتمثل عدد كبير من المستهلكين اللي هما يستهلكوا ما بين 100 و150 كيلو في الشهر يعني ما بين 1200 و 1800 كيلو في العام الناس هذو ما مهوش بالنسبة لهم مردودية الاستثمار في التاقة الشمسية للإنتاج الكهرباء ضعيفة لا يساعدوش على خطر التعريفة التعريفة مدعومة برشة من عند الدولة يعني هو لا يساعدوش لكي يستثمر جاء المشروع هذا لكي يعاون المستثمرين في بتاع السكن هذه المشاريحة لكي يستثمروا في المشاريع إنتاج كهرباء منتقات المجدة كلفة المشروع التي تقدر في مرحلته الأولى والنموذجية بـ 15 مليون يورو قابلة للترفيع تتنزل في إطار تحويل التركيبة الطاقية في أفق 30 و 2000 من تركيبة تقليدية إلى تركيبة تعتمد طاقات نظيفة بنسبة 30% فضلا عن أثره الاقتصادي والبيئي ما كان من اقتصاد المالي بالنسبة للمواطن اللي بشي يستفيد بشي ما كان أكثر من 60 ألف 65 ألف معنتها مواطن بالنسبة للانتفاع به على مستوى المباني بش يمكن من إحداث مواطن شغل ويدعم الحركية الاقتصادية على مستوى معناها التشغيل وبش يمكن زادة الدولة من الاقتصاد التاقي وإلى هذا الكل إلى جانب العنصر البيئي اللي هو يدخل ويزيد يترسخ عمليا سيساهم هذا البرنامج النموذجي الذي يمتد على أربع سنوات في خلق مواطن شغل جديدة سيما للمستثمرين في القطاع السكني الاجتماعي عبر قروض بفوائض ميسرة بالإضافة إلى ترسيخ ثقافة استغلال التقاط المتجددة التي أثبتت جدوها وفي القطاع الفلاحي إشكاليات وصعوبات عديدة يواجهها مربوء الماشية بالشمال الغربي منها ارتفاع أسعار الأعلاف وتوريد اللحوم الحمراء إشكال يرجعه المهنيون إلى غياب الدعم والمرقبة يواجه مربوء الماشية بالشمال الغربي صعوبات عديدة ازداد وقوها مع ارتفاع أسعار الأعلاف وتراجع نسق ترويج إثرى غلق عدد من الأسواق الأسبوعية مشكلة الأساسية التي عانوا منها هي الكلفة من العلف والتسمين يعني كلفة كبيرة أسعار اللحوم في مستوى البيع في مستوى البيع من عند المربي تشهد تدحرج كبير يسر المنظومة هي زيادة معناها ما هيش معرفة وما هيش مدروسة الفلاحيين يقدموا على شيرة وحدهم والتكلفة غالية وبيعوا في أسواق عشوائية توريد اللحوم الحمراء يرى عدد من المربيين أنه زاد في تعميق الصعوبات إضافة إلى ما تواجه المنظومة من غياب الدعم والمراقبة بما جعل السماصر والدخلاء يتحكمون في الأسواق المشكلة الأخرى أن يزيدوا الورد الحم البر الحم صافي متحق عجولي بقعتهم بقعتهم قبل نصف الليل بقعتهم ب12 دينار و513 دينار في الحال أن المستهلك في الوقت بالضبط ما ثمش الحم أقل من 22 و24 و26 النقابة الوطنية للفلاحين دعت الحكومة إلى إيقاف توريد عجول التسمين واللحوم الحمراء مقترحة ترويج المنتوج التونسي في المؤسسات العمومية في انتظار تعافي القطاع خاصة مع ظهور مرض اللسان الأزرق في عديد المناطق نطلبهم الدولة اللي راموش وقت توريد يجبنا نحموا إنتاجنا ونخليوهم معناها يتطور حتى يغطي السوق والفلوس اللي مش تمشي دعم للامبرتاسيون للتوريد راهم الأحسن ضخوها في المنظومة ضخوها في الأعلاف هذا الموسم ونظرا لتراجع معناها الاستهلاك نقوم من أقبل أن نأذب التوريد بزيارات ميدانية لأهم الورشات للتسمين العجول معناها بيكامل التراب الجمهورية باش نشوفوا الوضعية متاع الورشات كداش منعجل معناها متوفر في تونس وهذا التوريد معناها لذوها لزيارات هذية عملنا جلسة مع الأطراف هذية المعنية باش نشوف وشنه مدى معناها المتوفرات من العجول في تونس باش ننجموا على ذوها نوردوا ولا ما نوردوش العجول بالنسبة التضح إلا في الوضع الحالي العجول الوضع الحالي كافي الاستهلاك معناها الاستهلاك الداخلي إلا أنه معناها في الفترة المقبلة معناها في شهر أبريل وميه وجوال اتزامن مع شهر رمضان قلنا باش نورد كمية محدودة معناها ما تتعددش الستة الاف ستة الاف وخمسمية تعجل من مجموعة 30 ألف كما قلت لكم أنا حسب الاستهلاك وحسب الظروف هذه لأنك رخصنا في الوضعية هذه على أساس هذاك مش يحضروا تو مش يحضروا تسمين وذلك معناها بتسمين مش يحضر في فترة قادمة ذلك معناها رعينا الوضعية وانتعى للمنتوجات الداخلية وكذلك الاستهلاك القادم وكانت النقابة التونسية للفلاحين قد حذرت من هذه الصعوبات التي قد تؤدي إلى إرباك المنظومة وعزوف المربين عن هذا النشاط إثر صدوري قرار وزير التجارة وتنمية الصادرات المتعلق بصنع وعرض وبيع مادة الخبز تعلم الوزارة وأنه تم بتنسيق مع الغرفة الوطنية للمخابز الراجعة بالنظر للاتحاد تونسي لصناعة والتجارة والصناعة التقليدية تم إلغاء الإضراب الذي كان دعت إليه غرفة المخابز المدينة والعتيقة بسفاقس كما في عدد من المدن التونسية محلات مهجورة وبنايات متداعية تتحول إلى مصبات للفضلات تترك أوساخا تؤرق سكان المدينة في المقابل تعجز بعض البلديات عن تدخل في هذه الأملاك الخاصة نتابع في التقرير التالي دار السلام إحدى المنازل المهجورة في المدينة العتيقة اقتضت حالتها تدخل الأجور والدفع نحو تخلص من كرمة عملاقة تسببت في الكثير من الأضرار هذه كرمة كانت عملاقة لهنا التي ضرت البنايات المتجاورة ضرت المتساكنين ضرت المارة ضرت البنية التحتية هذه كانت من الباب مثل ما تدخل هذه تكاتف نحن لخيان ونظفناها وخرجنا ومشكورة البلدية جاءت هزت النفايات أكثر من 250 محلا مهجورا نجى من التحول إلى مصنع للأحذية لكنه لم ينجو من التحول إلى كومة حجر أو مصبا لنفايات تظلت دخولات البلدية فيها محدودة ديار مهجوري وهي وهما وفي حالة ومدى بين اللي أنتم متسكرون مش عليش خطر الزبلة عليش خطر الزبلة ولا خمجو الفيرق أي دياري عبيون بالزبلة السبابتية أدخل إيش أشوف عندي المنازل المهجورة هذية ديما ترجع عندها شكون ملك خاص البلدية ما عنديش الحق تتدخل في الملك الخاص هذية يجب أن تطبيق القرارات الوجوبية عليه ديما حتى نحب ندخله نبدأ ندخله احتراز على خطر نجم ملك العقار يقوم بشكاية بالبلدية كما صار علينا في الولي الصالح المسدي اللي في بيب الجبلي عندنا في الميزانية في 2020 عندنا 68 مليون ل13 مقر ندخله فيهم في القريب العاجل دي جاء تخرج البلدوفر متاحهم كل شيء بقينا في 2021 ميزانية 2021 عندنا نرصد 200 مليون في المدفل باش نكمل نخرج الاردم الموجود في المناطق الاخرين الديار المهجورة يقع أملاك البلدية وأملاك الدولة يقع التناغم فيما بينهم ويقع توظيفها لإدارات ويقع توظيفها لمستوصف باش نخفوا تعرف كانت فما مستوصفات اللي هنا في وسط البلاد العربي نعملوا مستوصف نعملوا مراكز سرطة نعملوا دور للرسم فماش دراسات صحيحة ينتلقوا ينتلقوا بالنهج بالنهج ويمنع هالتراث قاعدة مليارات متاع التراث متاع قاعدة تنهار ملف المنازل المهجورة بالمدينة العتيقة بسفاق سيتشعب ويأخذ أبعاد ثقافية سياحية أمام القيمة التاريخية لمدينة صمدت معالمها لأحد عشر قرنا ومترشح للتدرج في التراث العالمي عندما تلتحم السواعد تنكسر حواجز المستحيل وينبعث الأمل من هنا تنطلق البادرة التطوعية لأهالي منطقة النصرية ببلدية بلطة بوعوان من ولاية جندوبة من أجل فك عزلتهم البادرة تمثلت في تشييد مسلك من الحجارة لتسهيل وصول التلاميذ إلى مدرستهم بهذه المنطقة نتابع لأجل حمز العيادي وغيره من تلاميذ منطقة وصرية من بلدية بلطة بوعوان بجندوبة تلتحم السواعد لتنح تما قد يشبه الطريق للوصول إلى المدرسة الكل هنا انخرط في هذه البادرة التي انطلقت من جمع الحجارة إلى ترصيفها وطبليتها فطلب العلم هنا قد لا يعترف بالمستحيل لا ننف الحجار باش نعونا جماعة وباش نقدر طريق باش نتعلم للمدرس في الشتية التي يمتعنا ما يمشوش هذه الحالة الأولى حالة الثانية ثم شكول واليظوص نحمل فيه من الدار الذي نجي يركب لا على بي تصبل ومطر ما عاشت عاد جمل عملنا جي عشر أيام لمن أحجر وعشر أيام جيبنا للطريق وبدأنا الرصف من أحجر بيدين الرصف من أحجر ويحتعبين برشا عندما لديت يموا بطاة جيبوهم يحطوا بطاة في الجامعة غادي ويحطوهم بحذيانا يهنيكي ويلبسوا زيدي يلبسوا صبابي يتخري تشيد هذا المسلك الذي سيفك ولو بصفة وقتية عزلة أهل منطقة واسرية وإن بدأ مسلكا بدائيا فإنه في المقابل تطلب مساهمات مادية وروح تضامنية كبيرة بين أهالي المنطقة الذين نجحوا بسواعدهم في إنجاز ما عجزت عنه آلياته وقرارات الصورة الجهوية بالمكان جاركم معنا المواطنين بلقدير القادرة معنا علي أخذ شهرية في العزز سهل بخمسين دينا حتى المئة دينا بلدية أعطتنا تراكس عاونتنا نهاية وقالتنا عاونكم في المفروض مرة أخرى مبادرة خير من الاعتصار وخير من برش حاجية المبادرة به ياسر مبادرة بالمواطن حتى مثلاً كي أعوان الأمن كي سلطة مثلاً كي يقوم المواطن متفائل مبادرة مثلاً بحاجية يعاونوه يوم شمعية رغم أن ناجحهم في فك عزلتهم سيكون حتماً ظرفياً قبل أن تأتي أمطار الشتاء وتجرف مسلكهم البدائية لكن حتماً ستظل صورة هذا المسلك عنواناً للإيجابية والتضامن فعندما تلتحم السواعد تنكسر حواجز المستحيل لليوم الخمسي على التوالي يتواصل وملتقى الحوار السياسي الليبي وسطا توقعات بتمديد في أشغاله حتى الأسبوع القادم يدخل ملتقى الحوار السياسي الليبي يومها الخامس نقاشات تدور وراء بواب مغلقة تستفيد من ما صنف حرصاً أممياً على نجاح مصاري الانتقاليين باتجاه ترتيب نهائي للبيت الداخلي الليبي ضمن هذه النقاشات ترحى تعدد مسائل ضمن خريطة طريق المبدئية هناك العديد من النقاط منها المصالحة الوطنية إجراء الانتخابات يتطلب إيجاد سلطة تنفيذية موحدة يتطلب توحيد المؤسسات يتطلب تجهيز الأرضية للانتخابات وجميع هذه النقاط يتم نقاشتها الآن خريطة طريق هذا كان أما الوفق بعض المحللين السياسيين يساهم في سياغتها طيف سياسي ومجتمعي أكثر تنوعاً حتى يمثل كل ليبيا وأن تؤسس لوضع نيائي وذهب بعضهم إلى أن مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا بالإنابة سيفاني ويليامس اختارت المشاركين في الملتقى تبقى لتصورها لاتفاق سياسي مرتقب هناك استراتيجية لدى عديد المدخلين الإقليميين والدول العظمى من أجل أن يتم فقط إنجاز مشاريع إعادة الأعمار والحل السياسي الليبيا والحل السلمي في ليبيا يمكن أن يتم تأجيله إلى ملال نهاية وعند مرة أن هذه الدول تريد فقط أن تكون المنطقة الوسطى أي من مصرات إلى سرد إلى أجدابيا أي الهلال النفطي أو ما يسمى بليبيا المفيدة هي فقط المنطقة التي يهمها الاتفاق العسكري فأني أتصور أن الحرب أو بعض جولات من الحروب والمعارك في ليبيا مازالت متضرة في السنوات والأشهر القوى المقبلة وهذا تصور تدفعه تصورات أخرى أكثر إيجابية حين تؤكد أن المرحلة الجديدة في تاريخ ليبيا أي الملتقى تتويج لمصر تفاوضي واستفادة من وقف أطلاق النار ويقول وزير الخارجية الأسبق أحمد بن يس في تصريح صحفيا أن هذه المرحلة الجديدة غيرت في طريقة تعامل الأطياف السياسية الليبية التي لم تعد تسعى إلى القضاء على الخصم إنما كرست منطقا جديدا للتعامل وهو بناء مؤسسة موحدة وبالنفس الإيجابي ذاته قرأت بعثة الأمم المتحدة للدعب في ليبيا اتفاق اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5 زائد 5 وذلك في فتام اجتماعي أمس في سرد نحن نرى تمنى بالطبع هذه الأجواء الإيجابية أن تساعد وتعطي دفع للملتقى الحوار السياسي الليبي وأيضا نتمنى أن تسود الأجواء الوطنية التي سادت في مشاورات اللجنة العسكرية على المشاورات السياسية التي تجروا هناك واتفاق اللجنة العسكرية المشتركة قد يكون وفق التقديرات متوقعا على خلفية تفاهمات سابقة بخصوص عدة نقاط من إخراج الميليشيات والمرتزقة من ليبيا المشكلة الوحيدة في المسار الأمني هو من ستولى إخراج هذه الميليشيات من ستولى إخراج المرتزقة من ليبيا وهذه مسألة صعبة ولا يمكن أن يكون المسار العسكري هو المحدد المسار المحدد هو المسار السياسي ويبدو إلى حد الآن أن سيدة ستيفاني يوليامس تضغط على كل المجتمعين في جامرت من أجل الوصول إلى اتفاق وشخصيا أعتبر أن هذا الاتفاق هو إعادة كتابة أو إعادة سياغة اتفاق أسخيرات أي أنه لا يفتح المجال بشكل واضح ومقرب جدا للانتخابات في ليبيا قد أن ينتظر اختتام الملتقى لكن ما يروج في الأوساط السياسي الليبي أمكانية التمديد بحثا عن أوسع قاعدة توفقية وفي سياقنا متصل بالملف الليبي عبرت جمعية تونسية عن أملها في أن تطويرها وصل أطراف ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد حاليا في تونس إلى حل نهائي ليبي جميع وشمل لجميع أطيافه يحقن دماء الليبيات والليبيين ويعيد إليهم الأمل في مستقبل أفضل في كنف سيادة ليبيا ووحدتها الترابية وعدم تدخل في شؤونها الداخلية واحترام حقوق الإنسان وتوجهت الجمعية في بيان بنداء قوي إلى هذه الأطراف الليبية المجتمعة في تونس من أجل الوقف العاجل لإطلاق النار وكل الأعمال العسكرية في كامل أنحاء ليبيا وفي هذا السياق قالت المنظمات إنه لا يخف أنه خلال تلك سنوات القاسية حدثت في ليبيا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية مثل التعذيب والإعدامات والاغتيالات والاتجار بالأشخاص والاختفاءات القصرية منها قضية الصحفيين تونسيين المفقودين منذ سنوات سوفيان الشورابي ونذير لكتاري والاعتقالات التعصفية والاعتداءات على الحقوق والحريات من قبل تنظيمات إرهابية وأطراف وعصابات مسلحة وقالت إنه قد آن الأوان لإيقاف تلك البشعات ومساءلة مرتكبيها ووضع حد للإفلات من العقاب وتدخلات الإقليمية والدولية التي زادت في تعكير الأوضع وضعف ليبيا من أجل السيطرة على مواردها وثرواتها وفق الجزائريون على تعديل الدستور حسب النتائج الرسمية النهائية للاستفتاء الذي أجري مطلع نوفمبر الجاري والذي شهد نسبة مشاركة لم تتعدى الأربع والعشرين بالمئة وهي الأدنى في تاريخ البلاد وفق مراقبين وبمقتضى تعديل أصبح الدستور الجزائري يشمل مجموعة من الحقوق والحريات الإضافية استجابة لمطالب حراك شهدته الجزائر مؤخرا تعهد وزراء وداخلية الأعظام في الاتحاد الأوروبي بمضاعفة الجهد من أجل محاربة الإرهاب وتطرف والعنف جاء ذلك في مطمر صحفي عقده وزير الداخلية الألماني ومفاوضة الشؤون الداخلية عقب الاجتماع الافتراضي لوزراء داخلية دول الاتحاد والذي يتزامن مع ذكرى الخامسة لهاجمات باريس في الثالث عشر من نوفمبر 2015 وشدد الوزير الألماني الذي ترأس بلاده الدورة الحالية للاتحاد الأوروبي على ضرورة سد الثغرات التي لا تزال بقية في البنيان التشريعي والتنفيذي الأوروبي لتعزيز محاربة الإرهاب والتطرف كما تطرق الوزراء إلى عدة جوانب منها ضرورة تسريع وتحسين عمليات تبادل المعلومات حول المشتبه بهم وتحركاتهم بين السلطات المختصة في الدول الأعضاء ونظيراتها في خارجه توازيا مع تجديد الرقابة على الحدود الخارجية للاتحاد بمشاركة الوكالات المتخصصة في أخبار رياضة يباري المنتخبة نسي لكرة القدم حاليا في ملعب حماد العقربي برادس منتخب تنزانيا ضمن منافسات الجولة الثالثة لتصفيات المجموعة العاشرة المؤهلة لنهائية كأس أمم إفريقيا لكرة القدم ونتيجة المباراة الحالية تقدم المنتخب التونسي على المنتخب التنزاني بهدف لسفر هذا وسيخوض المنتخب الوطني مباراة ثانية ضد منتخب تنزانيا في دار السلام في السابع عشر من الشهر الحالي ضمن لقاءات الجولة الرابعة تعقد نجم المتلوي مع المدرب قيس اليعقوب لتدريب أكابر فريق كرة القدم لمدة موسم واحد خالفا لمحمد الكوكي المنتقل لتدريب نادي الطايا سعودي وكان اليعقوب أشرف الموسم الماضي على تدريب النادي البنزارتية وضمن دور الأوروبي لكرة السلة فاز نادي برشلون الإسباني على فين الرباتشي التركي بنتيجة 97 نقطة مقابل 55 في مباراة جمعتهما مساء أمس وكان نادي برشلون طرف الأقوى في اللقاء ونجحا في تحقيق الانتصار السابع مستثمرا جهود نجمية كايل كوريك ورونالد سميث الذين سجل خمسين نقطة ويتصدر برشلون ترتيب العام متقدما على أولمبياكوس اليوناني وسياسكا الروسية ختم ونشر مشاهدين وهذا تذكير بأبرز عنوينها وسط تخوفات من العدوى بفيروس كورونا المستشفيات العمومية تشهد عزوف المرضى العديين لمتابعة وضعهم الصحي والأطباء يحذرون خاصة ذوي الأمراض المزمنة امضاء اتفاقية تعاون في المجال التقيل فائدة حوالي 66 ألف أسرى من ذوي دخل المتوسط مربوة الماشية بالشمال الغربي يواجهون صعوبات عديدة منها ارتفاع أسعار الأعلاف وتوريد اللحوم الحمراء بسبب غيام الدعم والمراقبة ونشير إلى أنه بإمكانكم متابعة هذه النشرة وغيرها من الأخبار على بوابة التلفزة التونسية شكرا على طيب المتابع والاهتمام دمتم في رعاية الله اشتركوا في القناة